اشتركوا في القناة كما نشاهد فإن بقية الأعمدة لا تظهر بكل الورقات لنقوم بجعل الورقة أفقية لطباعتها نجد من على اليسار الخيارات ومن Orientation تظهر خيارات Portrait Orientation أي اتجاه طولي لورقة وLand Escape Orientation اتجاه أرضي سنختار Land Escape Orientation نجد من المعاينة أن الورقة أصبحت أفقية وأظهرت أعمدة إضافية لكن لا تزال بعض الأعمدة غير ظاهرة لنقوم بالضغط على السهم في الأعلى للعودة للملف ضمن شريط الحالة Status Bar من الأسفل يوجد ثلاث أنواع للعرض الأول وهو الوضع الطبيعي الذي نحن فيه حالياً Normal والثاني هو Page Layout والثالث هو Page Break Preview ننتقل للأخير وهو Page Break Preview لنشاهد التقطيعات المستندية من أجل الطباعة كما يظهر لدينا التقطيعات باللون الأزرق هنا سنكبر من تقطيعات الصفحة الأولى حتى تشمل كل الأعمدة لكن انتبه فالتلاعب بهذه التقطيعات سيغير من حجم الكتابة وهذا شيء بديه ليتم استيعاب الخلايا في صفحة واحدة لكن هنا للحاجة فقط سنتعلم كفية عمله نقرب مؤشر الفارع على الخط الأزرق هذا حتى يظهر رمز السهمين ننقر مع السحب نحو اليمين هكذا أصبحت الأعمل تظهر الآن في الطباعة بإمكانك تغيير أي من هذه التقطيعات لما تريده ننقر على File ثم Print أو الاختصال Ctrl-B ونجد من لوحة المعاينة أن جميع الأعمل يظهرن نعود الملف الأساسي بالنقر على السهم في الأعلى ننقر على الخيار الثاني من خيارات العرض وهو Page Layout وهنا تخطيط الصفحة والرئيس والتديل نقصد بالرئيس والتديل وهو كليش أو هامش يوضع في الرئيس في الأعلى أو التديل في أسفل الورقات كوضع أرقام الصفحات أو عنوان الملف أو الشركة أو المنظمة بحيث تظهر في كل الصفحات المطبوعة لنكتب هنا في الأعلى نستطيع الكتابة في اليمين أو الوسط أو اليسار سنكتب في اليمين المؤسسة الوطنية للتنمية ننزل بالسحاب للأسفل ولنضع في الأسفل أرقام الصفحات سنضعه في الوصف بالنقر على المنتصف نجد من القوائم العليا ظهرت قائمة Design وهذه القائمة تظهر متى ما نقرت على أي مكان في الرئيس أو التديل من هذه القائمة نجد Page Number بالنقر عليه أظهر في الخانة أسفل الورقة إشارة And Page أي سيظهر رقم الصفحة ننقر على أي مكان خارجه نجد أن رقم الصفحة ظهر في كل صفحة بإمكاننا مشاهدة أكثر من نموذج لرقم الصفحة بالنقر على نفس الخانة ومن قائمة Design لدينا Header أي الرئيس وفوتر أي تديل سننقر عليه ونجد عدة خيارات للتديل منها ثالث خيار وهو مستحب لدى الكثيرين وهو Page One Off أي الصفحة واحد من أصل كذا ننقر عليه ونجد أنه أظهر Page One Off 20 أي الصفحة واحد من أصل 20 وهكذا بالضغط على الإختصال Control-B أو من File ثم Print نجد من شاشة المعاينة أن الرئيس والتديل ظهر في كل الصفحة من الصفحات التي ستطبع لدينا هنا شيء جميل وهو أن العناوين لا تطبع في كل الصفحات المستند لنجعلها تظهر في كل الصفحة من الصفحات المستند التي ستطبع لاحقا نضغط على هذا السهم للعودة لملف العمل نختار طريقة العرض العادية Normal ثم نذهب لقائمة Page Layout نجد خيار Brain Titles بالنقر عليه تظهر النافذة ولدينا هنا الخيارين Rose to Repeat at Top أي تحديد الصفوف المراد تكرارها في الأعلى وColumns to Repeat at Lift الأعمل للمراد تكرارها في اليسار من Rose to Repeat at Top ننقر على رمز تحديد الخلايا خاصته ثم نحدد على السطر الأول لأنه هو المراد تكراره بإمكاننا نتحدد على أكثر من السطر لكن هنا لا نريد إلا تكرار أول سطر ثم ننقر على الزر مرة أخرى وهنا سيتم تعيين الصف المراد تكراره بالنقر على OK سأحدد على مجموعة من الخلايا هنا فقط لإضاحة أمر بعد قليل ثم نذهب إلى File ثم Brand ومن المعاينة ننزل بالسحب للأسفل لجد أن الصف العلوي قد تكرر في كل صفحة دعونا نشاهد الخيارات في هذه النافذة من الأعلى Cubbies وهي عدد نسخ الطبعة بإمكاننا زيادة عدد النسخ وتنقصة من الأسهم أو حتى كتابة الرقم من Printer أي الطابعة نحدد الطابعة الموصولة على جهاز الكمبيوتر لديك من هنا Print Active Sheet يتم طباعة الصفحة الحالية وPrint Entire Workbook لطباعة كامل الملف بكامل الورقات وهذا الخيار مهم حتى لن نذهب لكل شيت ونطبعها فهذا الخيار يطبع كل الورقات والخيار الأخير Print Selection يطبع ما تم تحديده كما رأيتم فقد حددنا مجموعة من الخلايا وهنا سيطبع فقط التحديد سنعيده لBrate Active Sheet بإمكان من هذين الخيارين تعيين مدى بين الصفحة مثلا طباعة الصفحات من الصفحة الثانية حتى الصفحة العشرة نكتب هنا 2 وهنا 10 من هنا لدينا A4 وهو قياس ورقة طباعة وهو حجم الورقة العالمي بإمكاننا تغييره لأي قياس مثل A3 أو A5 أو أي حجم حسب حجم الورقة في الطابعة لديك ومن هنا في الأسفل لدينا الصفحة الحالية وعدد الصفحات ونجد أنها 20 صفحة وأخيرا لطباعة نستطيع الضغط على رمز الطابعة هنا Print لطباعة الملف بالخيارات التي وضعتها وهكذا تعلمنا على أدوات التخطط والطباعة يوجد الكثير من الخيارات بإمكانك اكتشافها هنا وستجدها مفيدة ولكن تبقى التي شرحناها هي الأكثر استخداما ترجمة نانسي قنقر